السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كيسين وبخير يصعد الله وكادكم حبيب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله قرأتنا جديدة وحاصرية على قناتنا لموليد برج السرطان برج السرطان صلى على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام كالطرف الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر التصوير بالكاميرا الأمامية في برج السرطان فالصورة بتدي معاك العكس يا ريت تخلي بالك من النقطة دي صليلي على الحبيب كل سنة وانت طيب كل سنة وانت طيبين جميعا يا رب يعود عليكم الايام بخير والايام اللي جاية يا رب بالفضل ربنا سبحانه الله وتعالى يكرمكم من حيث لا تحتسب ويعودكم عن كل دمعة عين نزلت منكم يا برج السرطان الصورة اللي هتطلع لكم هي اللي هتقروها الفترة دي بسم الله صورة الاسراء صورة الاسراء ده بيدل ان انتوا الايام دي في اشد الحاجة لربنا يعني بسم الله ما شاء الله عليكم الفترة دي انتوا يعني عندكم كده امور فيها طاقة عندكم دعوة مستجابة عندكم تزديد ديون حاجات هتفعلوها جديد بس فيه غلطة غلطوها الفترة دي والغلطة دي انتوا مازال بتدفعوا تمنها عندكم اموال جاية لكم حاولوا تستغلوها صح وتمسكوا الطريق من البداية امسكوا الخيط كده من البداية وامشوا عليه عندكم وعد الفترة دي والفترة دي هيكون طاقة مختلفة لكم كمان انتوا هنا زعلة نين قوي على نفسكم والزعل ده بسبب خيانة وغدر احد اخذ مال منكم وعشان كده قررتوا ان انتوا تبعدوا عن اي حد عملوكم مشاكل سلبية في حياتكم نقول ان انتوا اليومين دول في طاقة متحكمة فيكم الطاقة المتحكمة فيكم دي هي اللي مخليكم حيرونين جدا مخليكم شايدين هم الدنيا فوق دماغكم وده اكبر غلط لازم الطاقة دي في اسرع وقت تحسنوا نفسكم انتوا اصلا حد ناس كدير جدا بتقولكم ان انتوا مسحورين ناس كدير جدا بتقولكم ان انتوا حد عملوكم عمل بس انتوا شجعتكم ومسيقاتكم بنفسكم انتوا ما بتعرفوش تصدقوا الكلام ده فياريت تخلوا بالكم الفترة دي من نفسكم ودائما تحسنوا نفسكم اوي عملوكم سحر فرقوكم بينكم وبين الشريك خلوكم انتوا ماشيين في طريق والشريك ماشي في طريق تاني السحر فعلا انتوا معمول لكم سحر بالتفريق انتوا مش معمول لكم سحر واقف الحال سحر التفريق وسحر التفريق ده من وراه ضغوط نفسية من وراه حيرة مش عارفين تاخدوا قرار ولا عارفين حتى تكونوا مع الشريك كل اللي عليكم ان انتوا عندكم زبزبة في دماغكم من ناحية الماديات الماديات عندكم في كمة الازدهار لاما هتكون لا إما أنتوا عندكم شغل حلوة جدا بتشتغلوا منه لا إما أنتوا فاتحين مشروع فاتحين حاجة بتجيالكم مصدر حلوة جدا منها الله أعلم فيه طاقات إيجابية لكم وفيه أخبار تخصكم أنتوا على جميع الأسعاد كمان أنتوا هنا بسم الله فيه طاقة جديدة أو طاقة معينة أنتوا نويين تشتغلوا عليها نويين تسعوا من تجديد من أمور من طاقات تانية أو من حاجات مختلفة الطاقة بتاعتكم مفتوحة ودايما بتوزعوا إيجابيات على كل الناس بتتفاقلوا جدا ما فيش حاجة اسمها طاقة سلبية لا أنتوا عندكم تفاقل جدا في حياتكم بتحبوا الخروج من البيت بتحبوا السفر بتحبوا تشاب الأهوة بتحبوا تعملوا حاجات كتيرة جدا أنتوا بتحبوها وفيه قرار الفترة دي هتاخدوه وهتفكروا الكلام ده كويس جدا القرار ده أن أنتوا هتخرجوا من أي حد في حياتكم أنتوا العاطفة عندكم تعبنين بمعنى الكلمة العاطفة ما فيهاش فيها استقرار لدرجة أن أنتوا لما بتقعدوا مع نفسكم شوية بتقولوا إحنا حتى مش عايزين شريك في حياتنا دايما كتمين نفسنا البعض منكم ممكن يكون في علاقة سامة أو بمعنى علاقة فيها همود علاقة تعب علاقة إرهاق دايما كده الشريك مش فهمكم أو أنتوا مش فهمين الشريك أو الشريك بيحب يتحكم فيكم أنتوا روحانياتكم عالية جدا لما بتحبوا مش حب التملو بس بتحبوا أن الشخص ده يكون يخصوكم أنتوا الشخص ده بتاعكم أنتوا الشخص ده ليكم أنتوا الشخص ده محدش يجي عن الشخص ده محدش يكلمه دايما ماشيين بالمبادئ دي والشريك ما بيستحمدش طبعا الكلام ده بيحسوا أنتوا فيه إيه إيه اللي بيحصل الطاقة دي ليه الكلام ده ليه حاجات كتير جدا وأسئلة كتير جدا كمال أنتوا هنا باسم الله ما شاء الله عليكم وشكم هيبدأ ينور من بعد طبعا دي اللي انتو حاليا فيه التوهان والتشتت وعدم اتخاذ قرار رغم اللي انتو عملتو اكتر من مرة ممكن تكون صلاة استخارة او بمعنى صح دعيتو ربنا اكتر من مرة بس برضو محطوط عليكم من التقاط اللي انتو بتأذيكم في التفكير عندكم علاقة مع ابراج ترابية مفيش تفاهم مع ابراج ترابية خالص معاكم الابراج الترابية بيكون لها مصدر تاني وانتو لكم مصدر تاني خالص واللي بقول اللي في علاقة من الابراج الترابية ينزل يقولي في الكومنتات ليه دايما فيه نفور دايما فيه شد وجز دايما كده ما فيش تفاهم ما فيش اي طاقة انتو بتحاولوا تعملوا اقصى مجهود في حياتكم لانتو تكونوا احسن حاجة طيب اقول لك انتو ورايا انتو محسودين علي ايه اول حاجة انتو محسودين عليها على عيونكم واغلبكم عيونكم لونه لونها جميل جدا لقد رقمت انو بيجو فشوكم بيقول لكم ايه ده ايه عيونكم الجميلة دي ايه عيونكم الحلوة دي ايه وده حسن شديد من اي حال البعض منكم كان بشرته جميلة شعره جميل اخد عين لحد الام عمالية عالج في نفسه بتحبوا اللون الموف اللون الرصاص الرون الاسود بتحبوا كده الوان جميلة بتديكم تفاول الالوان دي فعلا بتديكم تفاول عشان كده انتو بتحبوا فعلا الفترة دي تجدده طيب البعض منكم عنده ربح البعض منكم عنده جمعية هيقبضها البعض منكم حاطت في حقف في باله 3 حاجات اللي عايز اشتري شقة ويأسس حياته واللي عايز اشتري تليفون معين في دماغه واللي عايز اشتري عربية بقدر المستطاع انتو حطين اساسيات في بالكم كمان البعض منكم هنا مسل في حد فلوس ومستنين الفلوس دي تتردركم في اي وقت انتو ما تقومش دعوة انتو مسانين الفلوس دي تجا لكم وبالفعل الفلوس دي هتكون مصدر لكم خير او هتكون طاقة جديدة لكم او هتكون بمعنى اصح فرض او طبطبة او خير او دعم حاجات جديدة حاجات حلوة حاجات مختلفة الله اعلم فيه كمان هنا بسم الله ماشاء الله عليكم ثقة بنفسكم عالية قوي انتو منزهر في دفعة انزهار قدامكم اه كمان هنا عايزاكم اه ما تحكوش على فلوسكم ما تحكوش على خصياتكم اكتبوا داروا بلاش تبينوا لحواليكم ان انتو معاكم فلوس كتير بلاش تبينوا ان انتو عندكم اجمل حاجة احسن حاجة دمسة بيسبب لكم ضغوط كسر القلب وجع خيانة ظلم من الناس اللي حواليكم ليه؟ علشان التقاط اللي متوزع عليكم من الحجم عندكم هنا مرات اخ مرات الاخ دي لو جبتم ميت عقل عليكم هي بتكره وهي بتحكد عليكم اه مرات الاخ دي مش حبالكم الخير خلوا بالكم ودائما اقول لكم احذروا من مرات الاخ هي سبب رئيسي في هي سبب رئيسي في الكلام اللي بيدور حواليكم هي سبب رئيسي في اي ضغط نفسي انتو بتمروا بيه انتو هنا حزانة قوي وبتسألوا نفسكم يا هل ترى احنا عملنا ايه لدرجة ان انتو تعملوا فينا كده فانتو قررتوا ان انتو تنجحوا وقررتوا ان انتو تكونوا رقم واحد في اي حاجة طاقة جديدة طاقة معينة طاقة مختلفة حاجات كتيرة حاجات مختلفة الله اعلم بتفكروا في حاجات كتيرة جدا تديكم دفع لقدام في النجاح وبالفعل نجاحكم عالي نجاحكم كله ازدهار نجاحكم كله ثقة بالنفس بسم الله ماشاء الله عليكم دفعتكم دايما لقدام هي اللي بتكون سبب رئيسي في اللي انتو تطلعوا من اي حاجة في حياتكم كمان انتو الفترة دي بتقربوا من ربنا جدا البعض منكم بيصلي جدا وبشدال بعض منكم بيقراء قرآن بتعملوا حاجات في الدين جدا الفترة دي في صدقة او في ندر او في حاجة عايزين تقفوا بيها او عايزين تطلعوا حاجة لله كبيرة جدا وشغلين عليها البعض منكم هنا عنده كلام مع اخوات على ورث البعض منكم عنده حاجة تخص برضو حاجات على ورث الله اعلم في مبلغ من المال جاي لكم المبلغ من المال ده هيديكم بسم الله ماشاء الله عليكم ازدهار لكم ودفعة كبيرة جدا بس هنا هنا حيرة وتوتر من امرين شغل بالكم انتو تايهين تايهين جدا خلوا بالكم في قرارات انتو مش عارفين تاخدوها في حاجات انتو مش عارفين تبدأوا عليها ازاي كزا حاجة يعني البعض منكم حيران في كزا حاجة البعض منكم خايف في كزا حاجة البعض منكم حاسس ان هو ماشي في طريقه والطريق ازا مزدود مفيش حاجة اسمها الطريق مزدود فيها ان انا لما هتعف في الطريق ده او هيطلع عيني ربنا اكيد هيسخر لي المواضيع وهيأسر لي وهيطم من قلبي وهيحسسني دايما ان هو معايا في حد عندكم بيعمل خطيئة حد عندكم ماشي في طريق مش كويس خلوا بالكم من الحتة دي الحد اللي ماشي عندكم في طريق ده انتو بتحاولوا دايما تتكلموا معايا اذا كان اخ او اخت الله اعلم بس عندكم حد من دمكم ولحمكم ماشي في طريق والطريق ده انتو دايما بتتقولون الطريق ده خطأ الطريق ده هيندمكم الطريق ده هيوديكم في طريق لا رجع وما فيش حد بيسمع كده يومكم وعشان كده انتوا قررتوا تسكتوا حتى لو بتشوفوا الغلطوا قدامكم بدأتوا ان انتوا مجدوا لهم ملكمش دعمه اغلب الوقت التليفون بتاعكم صامت اغلب الوقت حاسين بالكسل والخمول وعايزين تناموا بقدر المستطاع ليه علشان بتقولوا احنا كفاية فينا اللي مكفينا احنا مبقاش نقصين ضغوط مبقاش نقصين التعب النفس اللي بيحصل لنا ده احنا منفضل كده لحد امتى احنا خلاص تعبنا بمعنى الكلمة اتقصرنا اكتر من مرة اتزلينا اكتر من مرة تعبنا في ضغوط نفسية اكتر من مرة خلاص مبقاش عندنا طاقة حتى نتنفس مبقاش عندنا طاقة حتى ان احنا نشوف حياتنا بالشكل اللي احنا محتاجينه وعشان كده باسم الله طبعا اللي هتكون عندكم دي هتكون جبر لكم انتوا من عند ربنا ربنا والله العظيم عالم بيكم وعالم بحالكم وعالم قد ايه انتوا محتاجين انه تحسوا ان ربنا معاكم فما تقلقوش خالص من اي حاجة في حياتكم عندكم اخ مريض او حد مريض عندكم دايما القلقنين عليه دايما كده عاش عارفين هو عنده ايه مش عارفين ماله ايه اللي بيحصل معاه مفيش اي حاجة معيلة عندكم اخوات فعلا بيحبوكم جدا بس فيه يعني هم مشايلين هموم الدنيا عندكم حد من ابراج مائية حد من الابراج المائية ده ست او بنت بتحبوكم جدا جدا ودايما عايزة مصلحتكم كده تكون تتقاضي دايما تكونوا في كمة الازدهار ويكونوا عندكم دفع لقدام وسكة بالنفس جديدة وكمان طاقات حلوة بتفرح لكم قوي على الخير اللي انتوا بتعملوه البعض منكم ناوي يزور مسجد ناوي يزور الكعبة ناوي يزور حاجة من بيت الله عندكم بأي طريقة فيه هنا البعض منكم ممكن يعني فيه خاتم انتوا عندكم خاتم وسلسلة فيه حاجة بتحبو تلبسوها او لا اما الخاتم لا اما السلسلة لا اما انتوا لابسين خاتم او سلسلة حاليا فيه حاجة انتوا بتلابسينها حاليا وحطين دايما طاقة ايجابية التعبان اللي عندكم ده انتوا البعض منكم بيحلم بتعبين نخلي بالكم التعبين دي بتكون طول ما هي ما بتئزوكمش فاتأكدوا تماما ان انتو مش عليكم ازم بس ما زال ان انتو بتشوفوها ده بيدول ان انتو التعبين دي موجودة في حياتكم بس انتو برضو مش هيئزوكم ولا هيكون عليكم اي ازم من التعبين دي كان عندكم علاقة من الماضي والعلاقة دي ما زالت مؤسرة عليكم يعني فيها تأثير سلبي عليكم عندكم واحدة كانت كلها حجد وغل الحجد والغل دي كانت من الماضي دايما كما بتحب لكمش الخير ابدا ولا حابة ان انتو تكونوا حتى في اي طاقة معينة عندكم او في اي حاجة ازياكم الله وعلم بس كان فيه ازم كبير جدا في حياتكم وكان فيه شوية ظلم اتظلمتو او اتخزلتو او وقع عليكم ظلم كبير جدا وانتو ملكمش اي علاقة به البعض منكم اتهم في تهمة وكان بريق جدا منها وحاول ان هو يثبت برقته بس ما عندوش اي دليل ولا اي اثبات برقته بس ربنا هو اللي اثبت برقته من عند ربنا وحس قد ايه ان ربنا ده كان طاقة ايجابية للبني ادم وعشان كده انتو قررت ان انتو تمشوا في طريق خير البعض منكم لزيه جدا في لبسه البعض منكم خلوا بالكم الايام اللي جاية هينزل يجيب هدوم جديدة بالالوان اللي هو يحبها وهيبقى فيه كده هتكونوا مبسوطين جدا وهتكونوا فرحانين جدا هيكون فيه امور مندفعة لكم هيكون فيه طاقة ايجابية لكم بسم الله مشاه الله عليكم الطريقة عندكم منور كزا اكتر من طريقة عندكم هيديكم دفع لقدام اكتر من طريقة عندكم هيديكم خير لقدام ايش ما تشغلوش بالكم باي تفكير سلبي ما تشغلوش بالكم باي عراقيل انتو بتمروا بيها الطاقة الايجابية خير لكم والحاجة الحلوة اللي انتو عايزينها مفتوحة قدامكم طول ما انتو واسقين في خطواتكم ومتقلكين هتلاقي ربنا بيكرمكم من حيث ولا تحتسب وزي ما قلت لكم اي طريق انتو ماشيين فيه هيكون فيه طريق خير فيه كمان مكالمة تلفون حد هيكلمكم وهيحتاج منكم لاما مال لاما هيحتاج منكم تقفوا جنبه الله اعلم بس هو هيتلب فعلا المساعدة وانتو فورا هتقفوا وهتساعدوا من غير حتى ما تتكلموا كتير او من غير ما تعملوا اي حاجة ليه علشان انتو جدا بتحبوا الخير قوي وبتحبوا تساعدوا الناس اللي حواليكم بس بتقولوا ايه لو الناس دي فعلا تستاهل احنا نفديها بروحنا ده اللي انتو حاليا بتفكروا فيه بتقولوا احنا لازم نساعد الاشخاص اللي هي محتاجنا وعشان كده انتو عندوكم قرار هتغتوه القرار ده هيحدد مصير حياتكم في شخص بيغدعكم في حياتكم الشخص ده بقالوا اكتر من شهر موجود وبيغدع فيكم خلوا بالكم كمان هنا عايزكم تمسكوا عائدكم شوية وبلاش التبزير على الفاضي وعالمليار انتو مصرفين جدا اي نعم انتو لو عادوا تفكروا هتقولوا احنا ما بنصفش احنا بنجيب لزوم بيتنا لزوم حياتنا بس مش كده هتدوا اللعب شوية وهدوا عناشان اللي انتو في ده غلط وفي ظلم كبير جدا انه انتو عملين ترموا عملين تدوا عملين تعملوا حاجات مختلفة فلازم تتهدوا كده شوية كمان هنا بلاش الاكتئاب وبلاش ان انتو عملين تقنبوا في ضميركم الحاجات ده انتو ملكمش دعوة بيها ليه عملين تقنبوا في ضميركم ليه عملين تقولوا احنا السبب احنا ليه بلاش تدوا نفسكم تفعل قدام سلبية اي حاجة ازياكم زي ما انتو حاليا بتفكروا انتو بتقولوا ايه اي حاجة ازيانة والله ما عودنا نفكر فيها تاني ما عودنا حتى نديها اهدماء ده الصح اللي انتو بتفكروا فيه ده هو الصح ليه علشان خاطر طول ما انتو بتفكروا في الحاجة السلبية طول ما انتو مهمومين طول ما انتو بتفكروا في اي حاجة ازياكم طول ما انتو حاسين بكسرة القلب والخزلان طب انتو هتفضلوا لحد كده هتفضلوا لحد كده امتا يعني هتفضلوا لامتا شاهدين الهموم فوق دماغكم اهدوا شوية عندكم ستة كبيرة عندكم اتنين اتنين ستات كبار ستة كبيرة سمرة وقصيرة وعندها علامة في وشها لامة اللي بتلبس نظار لامة عندها بقل كبير حاجة معينة في وشها الستة دي ما بتحبكمش ابدا ودايما بتحب مصلحة الاخرين على مصلحتكم فياريت تخلوا بالكم من الستة دي هي قصيرة ودخينة مش تخينة قوي بس هي تخينة وصمرة وعندها علامة في وشها وشعرها كده هي بتحب تهتم بنفسها جدا ودايما كده بتحب تتكلم عن اللي جبتوا الستة دي في كم تضحك ده ويلغل اتجاهكم ومش بتحب لكم الخير خالص والشها اصلا مش باشوش نهائيا عندكم ستة تاني بيضة وصيارة ودخينة بس هي بيضة الستة دي كده ملامحة حتى بريئة بتحبوا يعني انتو بتشوفوها كأنكم تدخل قلبكم على طول الستة دي فعلا حبالكم الخير وحب ان انتو تكونوا متقلكين بس ممكن يكون فيها شوية تتطمع شوية بس هي من ناحيتكم صفية وبتحب لكم الخير اوي هنا كمان انتو لوين تشتغلوا على مشروع في بالكم بقالكم مدة في حاجة حطينها في بالكم عايزين تشتغلوا عليه عايزينها تنجح بقدر المستطاع عندكم علاقة قوية الفترة دي هيبقى في دفعة لقدام باذن الله وقدر اقول ان انتو هتخرجوا الافعة من حياتكم اللي عاملت لكم الزبزبة والطاقات السلبية دي وهتمسكوها كده واحتمال تموتوها خالص في كمان حد هيعتزل لكم عن حاجة خطيئة عملها معاكم او عن ظلم وزعوا عليكم وانتو مش هتكونوا اصلا مديين الموضوع اي اهتمام وهيبدأ الاستقرار العاطفي عندكم الفترة اللي جاية ان انتو هتبدأوا ترتبوا حياتكم وترتبوا المسئوليات بتاعتكم ويبقى في نتيجة طاقة ايجابية وفرج حلو باذن الله في كمان هنا طاقة جديدة نصيحة جديدة حد هينصحكم ومن وراها هيكون في طاقة وقدر ابتشاكم ان انتو هتحلوا الخلاف اللي بينكم وبين حد منكم حد معين عندكم في خلاف هتحلوه في طاقة جديدة انتو هتترموا عليها الله اعلم بس انتو حرفيا نوين على اكتر من حاجة تعملوها الفترة دي علشان انتو بتقولوا احنا اتظلمنا في اشخاص كتيرة جدا كانت في حياتنا وحيخلي بالكم برضو الفترة دي انتو حابيني العزلة مش حابيني حتى لو حد عزمكم على حاجة انتو ممكن ترفضوا رفضا تعمل لي عشان انتو حابين انتو تكونوا لوحدكم وشكم مبتسم دايما عندكم اناقة وربقة عالية جدا بس الحزن مسبب لكم الضغوط اللي انتو بتمروا بيها دي عندكم هنا بسم الله نفسها عزيزة جدا عليكم طاقة ايجابية جديدة طاقة معينة دايما بتهربوا من الطاقات اي ازة او طاقات اي الظلمة عندكم وعشان كده انتو هنا عندكم حد هيتبطل عليكم وحد هيتديكم خليكم تهربوا من الواقع اللي انتو عايشين فيه ازا كان ظلمة او خيانة او بمعنى صح قسرة قلب كمان انتو هنا بتفكروا في تعملوا حاجات جديدة صح؟ بتفكروا في كذا حاجة جديدة عايزين تعملوا وفي مواجهة عندكم انتو هيتواجهوا مع حد عندكم وانتو ممكن يعني كلامكم ليه هيكون كبير جدا وهيكون جارح ليه علشان انتو شفتوا من الاشخاص اللي انتو هيكون عندكم مواجهة بيها دي حاجات ما هيقدرينش حد مش قادرين فعلا تستحملوها فانتو مش عايزين ولا حابين تتكلموا في المواضيع دي او تعملوا اللي هم بيعملوه ده فعشان كده انتو هنا عيونكم مدمع عيونكم كلها دموع باللي انتو شايفينه في حياتكم حاولوا ان انتو تكتموا واتداروا على خصياتكم وما تحكوش دايما انا وديني بقول تاني على فلوسكم على مالكم عندكم موسيقى تكمل عندكم مال هيكمل عندكم خير هيكمل عندكم طاقة ايجابية هتكمل الله تعلم انتو ايه اللي نوينا عليه فكل اللي انتو نوينا عليه هيكمل بإذن الله وبفضل ربنا سبحان الله وتعالى بس العيون كبيرة العيون كبيرة جدا عليكم ركزوا على كل حاجة في حياتكم الشخص المنافق والمخادع واللي بيظلم فيكم ده ده ربنا في الوقت المناسب هيجيب لكم حقكم الفترة دي عندكم هنا كمان صدفة حلوة لقاء حلو حاجة معينة جديدة حاجة مختلفة هتعملوها هتجدد في حياتكم فيه كمان نهي علاقة مع صداقة مع صديق او نهي علاقة مع حد معين هتنهوها بس انتو في حد بتحنونه اليومين دول حد عايزين تكلموه حد حدك حصل بعد عنكم فعايزين تتكلموا معاه وحشكم صوته وحشك صاحبة ليك حد ليك الله واعلم في حد انتو مشتايره جدا وعايزين تسمعوه صوته او عايزين ان هو يكون فيه كلام بينكم عشان انتو مأزيين او حاسين انه من بعد ما بعد الشخص ده عنكم فيه كده امور فيها زبزبة فياري تهدوا اعصابكم شوية صدقوني مفيش حاجة تستاهل الضغوط اللي انتو ضغطينها على نفسكم دي او الوضاع اللي انتو يعني كسرة قلبوكم لازم تهدوا اللعب شوية ولازم تكونوا متقلقين وتكونوا واسقين في اللي انتو بتعملوه ده علشان الحيرة والتوتر اللي في حياتكم ده عملوكم قزا وعملوكم ظلم وعشان كده انتو بتعانوا من ضغوط نفسية وبتعاني من ضغوط سلبية والفترة اللي جاء دي هتكونوا والله العظيم فترتكم بس انتو في غلطة غلطوها مازالت بتدفعوا تمانها لحد الآن والغلطة دي مؤثرة عليكم في حاجات كتيرة جدا كمان انتو هنا هتكونوا في انتصار على حد حد كده انتو هتنتصروا عليه الفترة دي وهتبصوا هتتعاملوا معا بشكل مختلف جدا وهتقولوا انت الانسان مش كويس انت كنت في حياتنا بتغدعنا وبتظلمنا وعشان كده احنا قررنا ان احنا ما نتعاملش معاك خالص والطاقة الايجابية اللي هتكون في حياتنا دي هتكون دفعة لأيامنا اللي جاية الحزن والبكة والقلة الحظ عندكم والحاجات اللي قهرتكم في يوم من الايام شجرتكم هتطرح عليكم شوفوا انتو الفترة دي زرعتوا ايه كل اللي انتو زرعتوه والله العظيم بإذن الله هتحصدينه ليه علشان انتو والله هيكون عندكم عدالة في حياتكم بسبب دعوات الوالدين لكم او بسبب دعوات الناس اللي بتدعي لكم الفترة دي ايه نعم في حد هيقول لكم انتو ظلمتوني انتو دمرتوني انتو مبتعرفوش تظلموا حد انتو بتتعاملوا مع الشخص يعني انتو مبتعرفوش تخزنوا بس غلطة ورغلطة ورغلطة عندكم دفعة كده مش لطيفة فعندك فرصة جديدة لعمل لشغل لطاقة لحاجات جديدة الله وعلم في حاجات انتو هتجددوا منها في رضاء تامة لكم في كمان ندر انتو هتحاولوا تكون في ندر عندكم هتعملوه في تحسين في علاقاتكم مع الشريك في بداية جديدة هتبدأوها في قرار حلو هتاخدوه في طاقة تانية مختلفة انتو هترسموها بسم الله ما شاء الله عليكم انتو النور بتاعكم هيكون منور كل حاجة في حياتكم واللي انتو عملتوه في حياتكم الفترة اللي جاية هو اللي هتحصد في مستقبلكم وعشان كده دايما نقول لكم بلاش الحي راسبوها على ربنا والقرار اللي ياخدوا ربنا انتو هتلاقوا الامور تيسرت فيه وانتو ماشيين فيه او بمعنى صح انتو بتفكروا فيه من اي يعني بتفكروا بيه في كل حاجة بس انتو ما تشغلوش بالكم اغلب اعدائكم وقفين في وشكم وعشان كده انتو مش ميدين اي حد اهتمام فيه خير وسعادة لكم من بعد التعب والمشاقة اللي انتو عشتوها وعشان كده يكون فيه رزق عندكم وفيه خبر حمل باذن الله او خبر طفل جديد لكم والحياتكم للمفصلين انتو عندكم رجوع الفترة اللي جاية ليه علشان فيه طاقة ايجابية وفيه دعم حلو جدا العزاب انتو ماشيين في طريق خير وطريق الخير ده هيكون خير قوي لكم يا رب تكون كرائتنا عجبتكم النهاردة ونالت اعجابكم حبايب قلبي وما دنسوش تشبعوني باللايك الحلو بالتعليق الجميل اللي بتصالوا بيه على الحبيب وان شاء الله باذن الله نزل لكم استخراط اقوى من كده وتكون تدخل القلب وباذن الله ربنا يكرمكم من حي سلا تحت السبب